موسيقى رئيس السيسي كمميز النهاردة الحقيقة يعني تمام يعني ما تبقى تلاقي المجتمعات العربية كلها أو القادة العرب مجتمعين في حدث كبير مهم جدا دي حاجة كويسة من يتنظر دي الحاجة اللي لفتت نظر النهاردة بغض نظر الاحتفال بقى ومين رأس ومين غنى ومين عمل اكروباط وإحنا يعني إحنا أخذ بالك مصر مبدعة في الحتة دي يعني لو ترجع بالذاكرة كنت تلاقي مصر عاملة احتفالية غير عادية غير عادية يعني الحقيقة كانت جبارة جدا 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 كانت معبرة بشكل كبير جدا جدا هم حاولوا النهاردة إن هم يعملوا لمسة عن قطر والتاريخة واصولها وما لذلك مع فارق التاريخ طبعا ما بين مصر وما بين قطر العراق أو الأقدمية لمصر أكيد طبعا يعني احترام لدورة قطر أكيد دولة شقيقة عربية ولكن زي ما قالت كده سامل الشديني وجود الزعماء العرب في الحدث ده حدث مهم جدا بالنسبة لي إنما ككرة قطر الحقيقة لا المطش المطش المطخب القطري لم يكن يعني ما انتجي تتكلم مع كل أصدقائنا المحللين كرة القدم اللي موجودين في العالم العربي كله يقول لك من المنتخب القطري بقاله فترة مكونينه من خمس ست سنين وعمل أن يظهر بهذا الشكل وبهذا المستوى السيء أعتقد لم يكن متوقعا متوقع طبعا الأكوادورية الأفضل ولكن يعني كنا متوقعين المنتخب القطري يبقى أفضل من كده حتى في الملعب مص أنا مش هايز أقول لك كنت متوقع أن يكون أفضل من كده لكن واضح جد أن في رغبة وفي رغبة أنت لو بصيت على الهدف الأول راكلة الجزاء مش هكلم مع تسالل سيباك من تسالل وخروج الحارس الهدف الأول ورد فعل الحارس وخروجه المتأخر ده خوف خوف وقلق يعني واضح أن المنتخب القطري عنده يعني خايف شوية أو قلقان شوية أو كان قلقان أثناء الماتش يعني حتى كمان بني تعاليم هم مغلوب 2-0 ومع ذلك مش هايز يهاجم معندوش جرأة معندوش يعني معندوش حماس لأنه يسجل أهداف محستش في وقت من الأوقات أن منتخب قطر ممكن يرجع الماتش في أي وقت من الأوقات حالت لك كرة قدم يعني إيه الهجمات الخطر النهاردة المنتخب قطر في واحدة تلعبت بالعرض وحطها بدمغه جنب البتاق واحدة شوطة من ناحية بس من بعيد يعني مش خطر بزرق لكن العرضية ماشي لكن يعني هجمة وإنت مغلوب 2-0 وعلى مغلوب فيفتتاح يعني واحدة مش عايز أقولك أهم بطولة في تاريخ عياتك في تاريخ الدولة طبعا وفي تاريخ اللعيبة بشكل عام وارد أن اللعيبة دي ومش وارد معتقاتش أنا ممكن لعبه بطول الكاس على مرة تانية لعبة اللي كانت موجودة على عرض الملعب النهاردة فالحقيقة الأداء الفني كان سيئ جدا جدا دفاعيا صحيح ما كانش فيه أي تنظيم على الإطلاق كانش فيه تنظيم خالص نص ملعب ما كانش فيه استحواز ولا امتلاك ولا حتى كمان رؤية المهاجمين كمان التحركات بتاعة المهاجمين ما كانتش تحركات جيدة فبشكل عام أداء المنتخب القاطر النهاردة لم يقن يعني هولا النهاردة ممكن يبقى خوف وتوتر وقلق من البداية افتتاح كاس العالم بلعبه قدام كل الجمهور الموجود الرهيب ده ممكن جايز وارد وارد لكن الأداء الفني حتى اللمسات اللي ممكن تعول عليها بعد كده في الماتشات التانية تمام وده لسه اللي كنت أحاوله لك اننا يعني انت تراجل كانينك مكبير في كرة القدم لما تيجي تتفرج على مطش زي ده لا الايكوادور تحس النفري طبعا فرق وقف عليها وبيعمله كرة وبيعمله جملة كرة تروح ناحية اليمين تلاقي تحولت ناحية فيه جمل بتتعامل لكن المنتخب القطري الحقيقة يعني ممكن تتغلب اتنين وثلاثة حادي لكن أن تظهر بهذا عدم التنظيم مفيش جملة في ظل يعني المنتخب ده اللي أنا فهمه مصروف عليهم مصاريف خرافية بص مش بتدرون انك تصرف عشان تبقى كويس تمام اندية اندية كتيرة ومتخبات كتيرة جدا بتصرف يعني مبالغ طائلة هنهولك على حاجة هل الاهلي النهارده مثلا هو اكثر اندية اللي بتصرف في مصر لا مش اكثر في اندية بتصرف أكثر من الاهلي صحيح بس هل بياخدوا بطولات زي الاهلي لا طبعا الامر مختلف ده المختلف تمام تمام مش بالضرورة انك تجد التنظيم طبعا التنظيم ادارة جيدة اللعيبة اللي انت بتبنيها تمام انت قطر من 2010 وهم واخدين حقوق تنظيم كسال عالي مضبوط انت بتتكلم في حوالي 12 سنة 12 سنة كان ممكن يصنعوا اجيال مش جيل واحد فقط اجيال تمام متتابعة يقدروا يتكون يبونهم فريق على الاقل يظهر بمظهر افضل من كده النهاردة لكن ممكن برضو خد بالك مش يعني مش بدورنا انا عندي كاس عالم تمام امريكا نظمة كاس العالم تمام اليابان برضو نظمة كاس العالم مش بالضرورة على فكرة انك انت عشان تنظم كاس العالم تظهر بأحسن شكل في المنديال لكن خد بالك برضو في نقطة روسيا اخيرا يعني روسيا روسيا بزبط روسيا صعدت روسيا مسلا بس صعد بس ما عملتش حاجة تمام ولكن عشان كده بقولك مش ضروري انك تنزق تصرف وتعمل فريق وتصرف عليه وتجيب كعودة التدريبية بالضبط عشان تروح في حتة بعيدة كمان مش كاس العالم بس عشان تروح للسيمي فاينال عشان تروح فاينال عشان تروح كورتر فاينال كمان مش بالضرورة لا الموضوع ده محتاج يعني سنين شغل سنين كتيرة جدا جدا محتاجة مناهج تشتغل عليها مناهج كتيرة جدا 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 لأن ديها بتاعت أوروبا والبرازيل وارجنتين يعني لهم باع كبير جدا في كاس العالم باع كبير جدا لهم أصول في كاس العالم انت الموضوع ده برضو بيرتبط بشكل كبير بالتاريخ بتاعك بتاريخك في كرة القدم يعني بص الفرق أو المنتخبات اللي أخذت كاس العالم بطول كاس العالم هتلاقي برضو منتخبات مش كتير قليلة على فكرة حتى أنا بكلم في السنوات اللي من سنة مثلا الخمسين لحد دلوقتي ما ستلاقي ألمانيا الأرجنتين البرازيل هم 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 نفس يعني بتلف في الحتة دي ودخلت أسبانيا أخذت البطولة مثلا فرنسا دخلت أخذت فأنت بتتكلم في خمس ست دول هم دول اللي ممكن يروح يوصلوا للفاينال ويأخذوا بطولة كاس العالم ودائما لما نجي نتكلم عن كاس العالم لو قلت لك مين المرشحين بتقول الأربع خمس دول برازيل وأرجنتين وألمانيا وفرنسا أه طبعا ألمانيا طبعا البرازيل أكيد الأرجنتين ألمانيا بتظل هذا المستوى اللي احنا شفناه ما قبل بص ما ما تحكمش على ما قبل ألمانيا دايما عندها جهزية تمام يعني من المنتخبات اللي دايما متطورة على طول آه المرة اللي فاتت كانت الأداء مش أفضل حاجة وخرج من البداية ودي كارست ومشكلة كاس العالم مع كل مع كل الفرقة هلها هتمر بيها السنة دي فرنسا هلها تخرج من الدور التمهيدي زي ما خرجت ألمانيا قبل كده زي ما خرجت أسبانيا أسبانيا قبل كده زي ما خرجت يعني منتخبات كتير قبل كده لما فازوا بكاس العالم ما اعتقدش أن فرنسا ممكن تحصل لأن الاسكوات بتاعها كبير يعني عندهم لعيبة عندهم كانت وخضرات وخضرات على جد يعني الأنباء القادمة بتقول أن البنزيمة لن يكون يعني احتمال في الغالب ممكن ممكن في الغالب ممكن نزمة 90% تأكد الأمر أنه بنزيمة مش موجود خسارة كبيرة حقيقة يعني خسارة بالنسبة لنا كجمهور كمان نفرجش على بنزيمة بعد توهجه وتألقه في معاري المدريد وحصوله على أحسن عين في العالم ويستحقها بالفعل من زمان وأنا شايف أنه واحد من أفضل المهاجمين اللي جم في تاريخ على مستوى العائلة الحقيقية يعني أداء وتحرك وسرعة ومهارة وأهداف هو كان يعني مطموس شوية أيام ما كان لما رونالدو كان موجود لأن رونالدو هو اللي كان بياخد الشو الأكبر يعني لكن بنزيمة من اللعيبة الأقوية جدا 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 فأرجع أقولك أن أنت برضو التحدي أو أنت بتشوف مين ممكن يقول كاس العالم لا هي برضو ألمانيا هي البرازيل هي الأرجنتين هي فرنسا ممكن تدخل معها هولندا شوية أسبانيا ممكن برضو مستعدة بشكل كويس لكن حظوصهم بتبقى أقل لكن هو أنت بتتكلم في الأربع دول الكبار نرجع تاني للمجموعة ولأنه هنتكلم عن هولندا إكوادور سنغال قطر وبالتالي يعني كل الناس كانت شايفة أن فرصة قطر في مباراة النهاردة حي بعد كده السنغال بهذا الشكل لا السنغال أقوى حتى في ظل غياب شوف واحد من اللي إحنا برضو بص البطولة دي بتفكرني البطولة كاسعة اللي فاتت على طول لما كنا شايفين حظوظنا مع روسيا يعني كنا دخلين صحيح شايفين إن حظوظنا مع روسيا وخلاص ودى الماتش اللي ممكن نتعلق من خلاله فنكسب روسيا فنروح للسعودية نكسبها كمان بالتاني نعدي ونبحنا تاني المجموعة بعد أرجوان الأمر صعب وخد بالك في كرة القدم من كلامنا صعب جدا يعني أنت أنت بتحسبها ازاي أو الناس الجمهور المتعاطف بحسبها ازاي هل الإكوادور مصنفة لا مش مصنفة تمام فبالتالي بتقول إيه أنا حظي في الحتة دي تمام ممكن يبقى بنسبة 60-70% طالما الإكوادور فرقة مش غير مصنفة لكنها فرقة من الفرقة القوية جدا جدا النهاردة عندهم تنظيم رائع جدا أقوية جدا سرعة جدا فرقة قبل المواجم بتاع قطر يعني ارتداد سريع جدا 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 التحول من الحالة من الهجوم للدفاع السريق بسرعة غير عادية التحول أيضا من الدفاع للهجوم بشكل غير عادي ونظمين جدا بلعب على أطراف الملب عندهم حلول من القلب وعندهم حلول من على الأطراف فرقة منظمة فالنهاردة ممكن آه يكون قطر أو المحبين أو المشجعين لقطر أنها يتعدي شايف أن الإكوادور فرقة من الفرق اللي ممكن من خلالها تعدي لكن الأمر صعب لا المستوى متباعد تماما فرق سنين ضوائية في كرة القدم ما بين الإكوادور وما بين قطر حتى مع تجنيس بعض اللعيبة حتى مع إعداد فريق مثلا من خمس ست سنين فاتت لا الفرقات كبيرة جدا بص على اللعيبة دي بتلعب فيه اللعيب دي بتلعب فيه عشان تعرف إيه الفرقات ده هو احنا النهاردة بعد ما شفنا كمان الإكوادور هيبقى فيها هولندا والسنغال لا الإكوادور في المنتخب مش سهل لا انتخبت إيه طبعا وهيتعب السنغال بشكل كبير وممكن ييتعب هولندا برضو بشكل كبير الكرة في في أمريكا اللاتينية صعبة جدا قوية جدا بيعتمدوا على القوة والسرعة بشكل كبير جدا تفرج أنا شفت الإكوادور بتلعب لأرجنتين والبرزيل لا المتشات درب نار درب نار درب نار فعلا لأنه منتخب بيعتمد على القوة والسرعة أكتر من المهارة في بعض اللعيبة عندهم مهارات طبعا عندهم كابتل فارين يعني سجل نهارده هدف من فالنسي من أروع يعني حلو سجل الجنين وتخلت كأوباردو سجل هدف طبعا راكرة الجزاء والتالت برضو اللي تحسب تسلل مش عارف ليه بس هو تحسب تسلل لو قالك الرجل الأوليني أنا شفت كابتن جمال غندور هو بتكلم عن بعض المباراة لا فيه تقنية تقنية جديدة كده بتتعامل بيبالك أنه أكتر منه بسنتيمتر حلو حلو فبانت أنه أنها أفساد فاليكودورو عندهم فرقة قوية جدا لا ممكن تتاب هولندا ماتش مش هيبقى ماتش سهل بالنسبة لهولندا ماتش مع السنغال هيبقى عطاقت ده هيبقى ماتش درب نار يعني من الفرقتين السنغال فرقة كبيرة جدا وعندهم لعيبة محترفة بشكل كبير وعندهم لعيبة عندهم كدهات كبيرة وإنغاب ساد يومانية عن الفريق وأكيد هيفقدوا يعني جزء كبير من القوى الهجومية عند السنغال ولكن أنا بشوف أن الإكوادور والسنغال يعني المتساوية شوية مين اللي هيصعد من المجموعة دي يا بلاد برضو يعني مع اللي شفت المستوى النهاردة بص أنا أنا ما شفتش التحضير بتاعت السنغال حقيقة يعني ما شفتش الماتشات التحضيرية بتاعت السنغال لكن النهاردة الإكوادور بالأداء ده برضو ما قدرش قيم مباراة قدام قطر أنت ممكن السنغال تكسب قطر تلاتة ما هو مش بس هو يعني مش مسألة قدام قطر ولكن هي مسألة معي نفس الظروف أنا بلعب مباراة فتتاح وعالم والناس كلها بتتفرج والعالم كله وكذا وكذا فروقات الإمكانيات برضو أسلام ساعاتنا هو ده أنا بتكلم عنه أنه إنت كراجل نجم كبير ومحلل كبير تقدر تشوف أنه لا الإكوادور فارق لكن هل الإكوادور يقدر يكمل مع هولندا والسنغال بالمستوى لا يعرفين يقدر أنا شايف أن الإكوادور يقدر يكمل الماتشات هتبقى صعبة مش سهلة يعني مش هنقول هولندا هتكسب 2-3 مستريح أو هتكسب 3 ماتشات وتصعد تصعد الأول كده زي السلام عليكم لا مش يحصل الكلام الماتشات تبقى قوية جدا مش تبقى سهلة يعني مش تبقى لأن النهاردة شوف اللياقة البدنية والقوة والسرعة عند الإكوادور رائعة جدا 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 التنظيم عند الإكوادور وحتى هم بلاقب يخد بالك كسبانية 2-0 ومنظمين بشكل رائع جدا جدا لم يفتقدوا التنظيم طول الماتش طول 90 دقيقة يعني حتى ناحية الدفاعية يعني أنت ما شفتش المنتخب القطري في ظل النوام مغلوب 2-0 مع بداية الشوت الثاني مثلا لا التنظيم بيهاجم وبيسات لا طبعا منظمين دفاعيا بشكل كبير عشان كده بقولك أن الإكوادور بالتنظيم اللي أنا شفته ده بالتحولات الرهيبة جدا من سؤال إذا كذا التحولات من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع بشوف أنها فرقة تقدر أنها تحرج الهولندا وكمان تقدر تحرج السنغال وتكسب وتكسب كمان الأهداف المتوقعة كانت للإكوادور 1-1 من 10 لقطر يعني 0 من 10 أو 4 من 100 يعني نسبة الاستحواز 52 إكوادور 48 قطر تمريرات صحيحة 87% من 450 تمريرة للإكوادور أو 516 تمريرة 450 صحيحة بنسبة 87% نسبة علي جدا جدا طبعا نسبة علي جدا على الجانب الآخر قطر 83% ولكن 466 تمريرة منهم 366 أو 386 آه بس خد بالك في من ضمنهم مثلا 250 تمريرة ما بين المدفعين يعني انت شفت آخر 10 دقيقة المتخب القطري حيث أنهم كسبانين لا كسبانين التنصف ممكن كده وممكن الحساس التاني كمان هو كسبان التنصف في بيضاع وقت متخيل يعني انت مثلا قدامك 10 دقيقة حصلت التنصف الطبيعي أنك يبقى عندك يعني حالة من المجاسفة يعني مش عايزة أقول بقى يعني الاستعجال لا إنك تبقى خلاص بقى خمس دقيقة الشرط الأول ينتهي المفروض تبقى فيه بعض من المجاسفة كرة طولية على الأقل كرة طولية كرة طولية كرة عالية فيه سرعة لكن بيستحوز وبينقل على مهل وراء وبيحضر وبيباصل وراء فيه 8-19 نقلات حصلت نهاية الشرط التاني كانت بالنسبة لي يعني خلاص هي موضحة الماتش راح فيه أو موضحة المبرار راح فيه واضح أن المنتخب القطري يعني كان عايز يكتفي بنتيجة 2-0 من هرده عشان كده زي ما قلت أن منتخب قطر ما فاجئناش وإحنا كنا منتظريين مفاجأة على فكرة يعني إحنا كجمهور كنا منتظريين مفاجأة نارضة منتخب القطر لكن ما حصلتش نارضة لسه ما حصلتش نازل لأن الحقيقة منتخب الإكوادرو أكبر منتخب القطر أنه يلعب بالطريقة أوكي لو جدا نتكلم عن المنتخبات العربية القطر السعودية قطر شفنا السعودية لسه هنشوفه المغرب تونس لسه هنشوفهم أيضا من وجهة نظرك أي من هذه المنتخبات يستطيع الوصول إلى أبعد نقطة من وجهة النظر أنا بشوفه المغرب المغرب من وجهة نظر المغرب المغرب كرتهم أشبه بالكرة الأوروبية عندهم سرعات وعندهم مهارات أداءهم في كاس العالم اللي فات كان أداء مميز جدا جدا برغم أن هم برضو خرجوا من الدور التمهيدي ولكن أداءهم كان مميز جدا جدا كان أداء لمنتخب بيبني نفسه في البطولة هم مراحوش بعيد في بطولة إفريقيا لكن ممكن يروحوا بعيد في بطولة كاس العالم لأن أنا شايف أنهم فريقين مميز جدا جدا يا إسلام عندهم سرعات حلوة جدا عندهم لعبة مميزة جدا 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 إمكانياتهم الفكر بتاعهم كمان مختلف شوية يعني فكرهم في الملعب السرعات اللي بيلعبوا بيها نقل الكرة الاستحواز الضغط على الخصم التحولات اللي حب نتكلم فيها الكلام ده موجود عند المنتخب المغريبي أعتقد أنه ممكن الفريق اللي ممكن يعدي لو يعني أنا مش عارف المجموعة اللي بيلعب فيها من المتخب المغرب مع بلجيكا بلجيكا بقية المنتخبات الشباب قولوا لنا بقية المنتخبات لغا طلب ما قولنا يعني لو هو لو بلجيكا هتقادل الأداء اللي حديته ده من ده خمصه هيتغلم المغرب تلاتة لو بالشكل اللي بيقود قدام المنتخب المصري ده لا يكيد هيتغلبه تلاتة أكيد يعني ده يعني منتخب بلجيكا لم يكن جيدا خلاص بس منتخب المصري كانت رائز بصراحة منتخب مصري كان جيد أه طبعا يعني لا يعني خلينا برضو لا مش بنقول المتخب مصري كان وحش يعني لكن بنقول لا هستحنا بلجيكا من المنتخبات المفترضة أن هي يعني هتروح للكوارتر فاينل يعني ده احنا بنرشحه كمان يعني ممكن نقول سيمي فاينال او الكوارتر فاينال يعني فرقة مفروض ان هي جيدة لكن الاداء الادوء امام المنتخب المصري طبعا تفوق المنتخب المصري وطبعا وده حاجة جيدة لكن انت برضو بيتقيس على منتخب رايح ينافس في كاس العالم مش منتخب رايح يلعب في كاس العالم اخلي بالمناسبة برضو بلجيكا مغرب كرواتيا وكندا لا ايبا يعني فرصة فرصة جيدة بس كرواتيا برضو تاني العالم فرق كويسة فرق كويسة وفرق محترمة طبعا اكيد بس فرق فرصة كويسة للمغرب اما كاس العالم مختلف شوي انت برضو التوانسة والمغربة لما بيكونوا في حالة جيدة بوبا عندهم زي مصر زي مصر بالظبط لما بتكون في حالة جيدة بوبا عندك اسرار وعزيمة انك انت تصعد للدور اللي بعديه عندك اسرار وعزيمة ان انت تهدب افضل افضل معندك كان احنا النهاردة منتقى في مصر في كاس العالم الفات قدام الأرجوية عملنا مباراة رائعة جدا 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 واتغلبنا واحد سفر ممكن في ديئة تسعة وتمانية أو تمانية وتمانية وكان ممكن نروح لنقطة التعادل في المباراة أداء جيد جدا جدا كذلك برضو ده الطبع اللي بيغلب على شمال إفريقيا سواء اذا كان برضو المغرب معنا أو تونس المغرب فرقة جيدة ممكن لو لعبوا بنفس الأداء وبنفس الروح القتالية اللي لعبوا فيها في كاس العالم الفات أعتقد المغرب ممكن تعدد دور التمهيد بكرة إنجلترا هتلعب مع إيران ومواجهة أعتقد صعبة على كارلوس كيروش وهولان ده هتلعب مع السنغان مرضو مواجهة صعبة نعم مواجهة صعبة مواجهة بكرة حلوة كارلوس كيروش أعتقد مواجهة صعبة جدا ولكن هو يعرف يلعب قدام إنجلترا يعني يعرف يقفل كويس منتخب الإنجليزي كويس حالته جيدة عنده لعيبة إمكانياتها برضو جيدة جدا البطولة اللي فاتت أنا كنت متعقع أنه يروح في الحتة أفضل من كده الحقيقة يعني لم يخدم التوفيب في بطولة كاس العالم اللي فاتت عنده عناصر شابة متوسط الأعمارة عند المنتخب الإنجليزي 24-25 سنة أعتقد هتبقى الأمور بالنسبة لكيروش صعبة يعني منه جتنازل هتبقى صعبة لأ منتخب الإنجليزي منتخب قوي جدا 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 من المنتخبات اللي المفترض تروح في حتة بعيدة في كاس العالم برضو يعني أنا من وجهة نظر الشخصية يعني منتخب قوي منتخب محترم جدا عدو في شكل كويس بس هم في كاس العالم هم مش محظوظة على الإطلاق في كاس العالم اللي فاتت يا جماعة عاملين عاملين بطولة خيال داخل خيال وبعدين يعني أعتقد خارجوا من دور التمانية تقريبا خارجوا من دور التمانية الكاس العالم اللي فات بس كان عاملين بطولة جاء قوي جدا 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 هاري كين وراشفورد والولد بتاع من شستر سيتي اسمه الليفت وينج تقريبا فودين فودين كمان طبعا لعيب عالمي واللي جابوه من أستون فيلا كان عامل برضو كاس عالم رائع جدا يعني عندهم مجموعة من اللعيبة الحل لعيبة اللي عندها ممكانيات اللعيبة اللي عندها مهارة عندهم سرعة عندهم قوة في الأداء عندهم سرعة عندهم منتخب قوي جدا المفترض برضو يروف حتة جدا لكن هم فرقة أعتقد هم مش محظوظة على الإطلاق يعني كاس العالم بالنسبة لهم يعني صعب المنال بالشكل اللي هم بي قبل مسير المونديال عشان اتكلم على الأهلي والمنتخب الوطني فالينسيا أعتقد أنه هو هيبقى أو بدأ المنافسة على هداف البطولة بدري معرفش وجهة نظري أنا شايفه لعيب كيس قوي لعيب هايل لعيب هايل بس برضو انت تتوقع هل ممكن مثلا السنغال مع قطر برضو يسجل حد هدفين تلاتة هل ممكن منتخب الهولندي فيه لعيب يسجل برضو هدفين تلاتة كل حاجة ممكن بص ما تقسش البدايات يعني دور المجموعات أكيد فيه فرق أقل بكتير جدا من الفرق اللي هتنافس على بطولة فرسان فوارد جدا جدا وارد هاري كيني سجل هدفين تلاتة الماتش اللي جاي وارد انا بتكلم على فالينسيا انت رجل لعيب كويس لعيب عنده حلول كتير جدا عنده حلول كتير جدا بلعبناه كويس بتحرك كويس لعيب قوي عنده سرعة بشوت كويس يعني عنده 80-90% من مواصفات يعني المهاجم القوي المهاجم المحترم المهاجم الهداف البيضر يستغل كل كل الفرص حتى النهاردة مثلا تلاتة اربعة فرص بيسجل تلاتة هداف منه واحد ما تحسبش وهدف من راكل الجزايا والتاني لعيبة بتنغب بشكل رائع جدا 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 فهو واحد من اللعيبة المبشرة في البطولة وعلى فكرة فيه يعني ناس كتير جدا بتقول ان الايكوادور ممكن تبقى الحصان الحصان الاسود للبطولة على فكرة وهو ده اللي نتكلم فيه عموما هو كاس عالم ان شاء الله يكون جيد غدا ان شاء الله يعود النادي الاهلي لتدريباته مرة اخرى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب من الدوحة وكاس العالم نروح للأعلى نص اعلم بحضراتكم مرة اخرى بلال النادي الاهلي فيه مباراة مهمة بالنسبة لنا يوم 27-11 ان شاء الله امام المقاولين العرب في كاس العالم في كاس مصر في كاس مصر اللي هو كاس رابطة لكاس مصر كاس مصر كاس مصر كاس مصر اللي هو اللي خلص القديم ده اللي هو قديم شوية ده نص قديم اللي هو نص قديم اللي هو بتاع السنة اللي فاتت ده مدي على جبن حدا ده اللي هو اه مش اللي هي اللي هو اللي مش عارف ليه ده هو ده اللي هو يعني شوية صغيرين عندنا مباراة مهمة بالتالي استعدادات جديدة يعني أنا كنت شايف أن النادي الأهلي أكثر الخاسرين في التوقف فترة التوقف دي ولكن في النهاية هي فترة التوقف قدر يستفيد منها من وجهة نظرنا برضو كولر بشكل عيد وصف شافل طبعاً لما بتبقى بتلعب ما تشاهد وعندك وليقتك البدنية جهزة يعني اللعيبة جهزة يعني ليقياً لما تبقى النادي الأهلي بيقدب الأداء الفني الرائع ده وبعدين يجي لك فترة التوقف تبقى يعني صعبة شوية في المصدين يعني دايماً احنا بنقول التوقف بيخدم الفرق الأقالي في المستوى لكن الفرق اللي عندها فنياً عالية بدنياً عالية بتقدم بشكل كويس ده احنا بنقول التوقف ساعات بيبقى مش مشكلة بالنسبة له بس الساعات بيبقى مش حلو بالنسبة له انت طالما انت ماشي كويس بتقول بمحتاج ان انت تكمل محتاج تكمل عشان تكمل بنفس الطريقة اللي بتلعب بيها بنفس الفنة بتلعب بيها اللعيبة اللي عندك جهزة ممكن لعيبة تتغير ممكن لعيبة تتصاب ممكن لعيبة تخرج برا ففي حاجات انت كلعيب كمان مش بس كمدير فني أو كنادي بتوب انت محتاجها ان انت تشتغل عليها على طول بشكل مستبر حتى المنافسة كمان يعني الدوري مختلف يعني الدوري مختلف عن بطولة كاس مصر يعني في ظل الأجواء اللي انت بتشتغل فيها دي انك انت مثلا بتلعب دوري عهم وبتلعب قدام الفرقة وعندك تارجت وعندك جولز انت بتشتغل عليها غير لما تروح في حتة تانية مختلفة تروح لكاس مصر فيبقى المدير الفني عايز يدي فرص لفرقة تانية للعيبة تانية غير اللعيبة الأساسية اللي بتشتغل معاه فبالتالي هو عنده أفكار مختلفة غير الأفكار اللي كان بيشتغل عليها يعني النهاردة انا بلعب في الدوري العهم عندي مثلا 11 لعيب أساسيين أو 10 أساسيين أو 9 أساسيين واثنين بيبدل فيهم زي ما كان بيعمل كولر مثلا ممكن يبدل في الفرقة محمد شريف ممكن يلعب شايد حسين ممكن يلعب مثلا طار محمد طارلا ممكن يلعب سابيو ممكن يلعب مجدي أفشا ممكن يلعب فيه لعيب أو اتنين كل مباراة بيبدل فيهم كولر عشان في الآخر بعد 5-6-7 ماتشات يستقر على 11 لعيب أساسيين بالنسبة له لما تيجي تلعب كاس مصر الأوضاع مختلفة ليه؟ انت بتلعب بطولة مش البطولة للأمة بالنسبة لك مش التارجت بالنسبة لك بالنسبة للأهل في الوقت الحالي لأن احنا خسرنا بطولة الدور العام السنة اللي فاتت فبالتالي انت عايز تعود في بطولة الدور العام السنة كاس مصر بتبقى وكل العالم بيشتغل كده على فكرة مش بس النادي الأهلي أو الانديها الكبيرة كل العالم بيشتغل انك انت كاس بتبدي فرصة للعيبة اللي ما بتلعبش اللي بتاخد فرص أقل فانت النهاردة هل انت هتقيم كولر على أداءه والفرص اللي بيمنحها للعيبة اللي ما بتلعبش في كاس مصر هيبقى تقييم بالنسبة لك تقييم مش حقيقي أو تقييم ظلم بالنسبة لك هل كولر هيستعيم بنفس الحدواشر لعيب الأساسيين اللي بيلعب بيهم في الدور العام واللي هو عنده قناعات بنسبة 80 أو 90% بيهم هيستعيم بيهم في كاس مصر هيبقى ظلم بقية العيبة اللي ما بتاخدش في اللي ما بتلعبش بشكل أساسي في بطولة الدور العام فبالتالي المعدة هنا صعبة سيبعرف ان المداربين الأوروبيين تحديدا الأوروبيين تحديدا بيعتمدوا على 11-11 خلاص هم أكيد بكسب بكسب خد بالك كاس مصري كاس بس أوقات لو في الأدوار التمهدية في البطولات يعني متبص على في الدورة الإنجليز ممكن في حرس المرمى مثلا حرس بيبدر حرس مرمى بيغير العيب بيبقى عامل روتيشن مغير مثلا 11 العيب بس مش كلهم مرة واحد مش كلهم مرة واحد يعني 2-3 وما قلتش اللي بعديه غير 2-3 تانين يعني تدصد ما يحال كل اللعيبة نوعا بيستعين بيهم عشان اللعيبة كمان ما تخرجش منها عشان اللعيبة ما تفقدش الأمل لكن انت شايف انه ممكن يكون عنده أفكار تانية عايز يطبقها يطبقها من خلال بعض اللاعبين اللي ما بيلعبوش في الفترة فاتت يووي طبقه ده في كاس مصر ويبطولها رسمية أكيد أكيد بس كلر من المدربين الهادين وده شيء جيد خد بالك انت مهم جدا وانت مدير فني بتشتغل مع فرق زي النادي الأهلي انك ما تنسقش حاجات كتيرة مختلفة لان في مدربين بينسقوا وراء الاحديث الصحفية يعني بيروحوا وراء الانتقادات بيتعصب بيخرج تمام اعتقد ان كلر مش من المدربين دي كلر شخصية هادية بيفكر كويس جدا في الملعب واضح انه شخصية قوية جدا واضح انه كمان مدرب عنده فعالية هجومية بيفكر دايما في المكسب يعني من خلال الخمس ست ما تشتر لقاء بقى كولر بص على التغيرات بتاعته كلها هجومية موظمها تغيرات هجومية بالنسبة التسعين في المائة تغيرات هجومية ليه؟ عايز يكسب عايز دايما يسجل أهداف عايز دايما يبقى هوق ليدينج عايز دايما يبقى مسيطر طول المباراة عايز دايما يبقى بيلعب على جول الخصم مش عايز يدي فرصة للخصم حتى خد بالك إحاءا يعني ممكن نهاردة أنا كمدير فني لما اجي غير مهاجم بمدافع خد بالك دايما يدي إحاء للمدير الفني تاني أو بيدي له فكر أو بيدي له مثلا يخلي عنده عنده القدرة أو عنده مثلا الفكر نوي يحجمك بعد كده لا كل ما بيعملش كده بيغير بيغير في الحتة الهجومية فبيخلي دايما للمدير الفني اللي قدام مشتت هل يغير يعمل تغييره هجومية ولا يحاول أنه هو يعمل سبات في فرقته أو يحاول أنه يحافظ قدر الإمكان مثلا على الأهداف اللي جات ويشتغل على هجمة مرتدة سريعة يشتغل على كرة سبتة هو دايما بيعمل تشتت للمدير الفني اللي قدامه وده شيء في كرة القدم جيد جدا جدا تشتغل حتة نفسية في التغييرات فبالتالي ما بديش فرصة للمدير قدامي أنه يفكر أنه يهجمني لا بخليه دايما في حالة دفعية بخليه دايما يفكر أنه إزاي يدافع وده حاجة مميزة جدا ومش موجودة عند مديرين مديرين فنيين كتير للأسف طيب أخيرا هل تعتقد أن كولر استطاع أنه هو يستفيد من هذه الفترة الفترة اللي فاتت أصدق فترة الأجازة اللي هو من بعد نهاية آخر مباراة وحتى بداية المباراة القادمة ليلة 27 في كاس مصر وبعد وحنبتدي نشوف هل استفاد فعلا من الفترة هل استنى ونشوف طبعا أكيد يعني أنت النهاردة هتحكم إزاي هتحكم من خلال الماتشات اللي هتتلابت بداية الممبارات المؤولين هتحكم إذا كان هو قادر يستفيد من الفترة اللي فاتت وأتمنى أنه يستفيد بشكل كويس أنا شايف لعيبة النادي الأهلي اللي رحت المنتخب يعني حالة معنوية جيدة جدا شايف أن الأهلي رح لعيبة كتيرة جدا للمنتخب وده شيء جيد جدا جدا نفسيا بيعلم يعني من خدراته وإمكانيات اللعيب ومفعاليته طبعا كمان بيدي بيخلي الموديل الفني يبعى عنده ثقة أكتر بكتير جدا في لعبته بشكل كبير جدا بيحط اللعيبة بتاعة النادي الأهلي في مختلف تماما بيخلي الفرع اللي قدامك أنها تعمل حسابك أكتر بكتير جدا من قبل كده لأن النهاردة اللي بيبعو عندي تسعة تمن تسعة لعيبة في المنتخب مصر وتيجي تلعب في الدور العين الفرع اللي قدامك تعمل لك حساب أكبر بكتير فبالتالي مبخايف وده شيء يفرق مع اللعيب ويفرق مع مدير الفني أخيرا ربلاد مش حقدر أسيبها غير لما أسمعها رأيك في منتخب مصر منتخب مصر وأداءه مع روي فيتوريا بعد المباراتين الأوليين آه أداء جيد وكل حاجة ولكن أنت في الآخر بتقول تصنيف أقل منك باثنين ثلاثة حياني أو أنت رقم تصنيف رقم واحد وهما تصنيف رقم اربعة ففرق كبير جدا في المبارات في المباراة الأولى ولكن مبارات بلجيكة على الرغم من المنتخب بلجيكي لم يكن جيدا ولكن ده مش فرق معايا اللي فرق معايا شكل وأداء المنتخب تحس أنه مختلف تماما عما قبل وجهة نظري معرفش وجهة نظرك طبعا بص المنتخب تحس أنه بقى عنده شخصية أو رجعته الشخصية لأنه المنتخب مصر طول عمره ميز أنه عنده شخصية رجعته الشخصية هجومية هجومية ده الأهم أخد بالك آه طبعا نحن بقالنا كاف كاف على رأي أستاذ حاسم خد بالك لما بقصد بالشخصية البطل دايما هو اللي دايما بقى في حالة هجومية أكتر مش بقى في حالة دفاعية يعني حتى الملاكم دايما الملاكم الجيد هو اللي بيهاجم مش اللي بيستنى صحيح يتلقى الدربات يعني فهم أصلي دايما هو اللي بتدي هو اللي عنده المبادرة فأنت لما تكون بتلعب قدام بالجيك وعندك المبادرة وبتهاجم وبتسجل ده فين أعتقد الأمر ده يحسب لفيتوريا يحسب للعيبة اللي موجودين في ملعب صحيح المبادرة اللي فاتي دي أنني أعتقد مصطفو محمد كان ساجل هدف رائع جدا جدا المحترفين لهم بصمة حقيقية موجودة مع المنتخب مصر وده اللي احنا عايزين وده المطلوب بس ده المطلوب كمان في المبادرة الرسمية انت محتاجي الكلام ده يعني احنا كعبين علي على بلجيكا على فكرة احنا من 4 ماتشات كده اعتقد 5 كده 5 كده 5 بس 4 صحيح فانت كابك علي على بلجيكا فهل هي بس بلجيكا ولا هتقدر تكمل يعني أتمنى منتخب مصر يكمل ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله أنا بشكرك جدا بلال على وجودك معنا ودايما بنستمتع بك كده وما تبعدش عننا مش لازم لسبب التعليل على طول اتعالى بعنا شوية هنا ايسا يا ربنا خليك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتنى احمد بلال هنطلع فاصل وبعد الفاصل فقرة دائما يوميا ان شاء الله هنكون نتكلم فيها عن كواليس المنديال وما يحدث في مونديال قطر 2022 كل المعلومات اللي حضراتكم عايزين تعرفوها فيما يخص المنديال هيبقى بقى يوميا ان شاء الله من بكرة عندنا ربع مباريات او من بعد بكرة عندنا ربع مباريات في اليوم الواحد وبالتالي احنا هنطلع بعد نهاية المباراة الأخيرة وحنتكلم مع حضراتكم عن كواليس المنديال كواليس المنديال فقرة ثبتة خلال 28 يوم القادمة في البيت الكبير عشان حضراتكم اللي عايز يعرف اي حاجة فيما يخص مونديال قطر 2022 دايما ينتظر فقرة كواليس المنديال في البيت الكبير بعد الفاصل محمد البورمي محلل الكرة العالمية وآسر حسين محلل الكرة العالمية في فقرة اهمة جدا وتكون ثبتة دائما فقرة كواليس المنديال بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر